موسيقى أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد في برنامج الموجة المفتوحة في هذا النقل المباشر عبر قناة هلا وموقع بانت يمكنكم مشاهدة هذا البثر عبر الفضائية هلا في شاشة التلفاز وموقع بانت وفي تطبيق بانت وتطبيق هلا وفي موقع الإنترنت كذلك نحن معكم في كل مكان وزمان وإلى موضوع جديد تعتبر أمراض الجهاز العصبي من الأمراض المعروفة والتي تصيب عددا لا يستهان به بمجتمعنا العربي فالحديث أكثر عن أمراض الجهاز العصبي وتركيبة الجهاز العصبي ينضم إلينا في الستوديو الدكتور المختص بأمراض الجهاز العصبي فادي رحال من يافت الناصرة أهلا ومرحبا بك أهلا بك ومرحبا بك شكرا على تلبية الدعوة وهذا مفهوم ضمنه يعني إحنا كثير من أدر وجودك معنا لأنك هذا الدكتور المعطاء والذي سيوضح الكثير من الأمور في قضايا بالفعل أمراض الجهاز العصبي دكتور قبل ما نبدأ كيف يافت الناصر اليوم؟ ليحا؟ ليحا؟ ليحا، في شوية سفارة إنذار يعني ولكن الوضع يعني من عد يعني جيد يعني يعني أهول من غيره للمحلها الثانية بالضبط دكتور في بداية هذا اللقاء نود أن تعرف عليك أكثر يعني أنت تتنقل أكيد من مشفى لمشفى أنت مختص في أمراض الجهاز العصبي عرفنا حالك أكثر على مكان عملك مين المرضى لابزروك بأي بلدات أكثر إقراب عليك بيافت الناصر اليوم؟ لا، كمان يعني أول شيء أنا دكتور فادرحال من يافت الناصر اليوم متزاوج وقبل تفلين أنهيت التخصص قبل ما يكارب الأربعة أو خمسة سنين التخصص بأمراض الجهاز العصبي ومن وقتها اشتغلت فترة طويلة بمستشفى هلاليا في الاخديرة وبعد ما خلصنا المستشفى بالوقت الحالي عم بأشتغل أكثر بالسندق المرضى بأشتغل تكريبا بكل سندق المرضى طبعا حسب يعني واحدة أكتر من واحدة مثلا وأكتر منطقة يعني بتركز فيها شغلي هي منطقة العفولة منطقة الناصر العليا ومنطقة يعني يافا والناصر والمجادل وشوية كمان منطقة المثلث مثلث الشمالي دكتور السؤال قبل كمان منفوت التخصصات متنوبة طبعا هل صحيح تخصص الأعصاب له تحديات خاصة للطبيب أو فيه صعوبة معينة في بداياته بتخيل مثل كل تخصص يعني فيه تحديات والصعوبات اللي بتتعلق بالموضوع نفسه عصاب إشي حساس إشي مبهم مش كتير مفهوم وعلى الأغلب بنحكي عن إشياء غير مرئية يعني بنحكي عن إشياء اللي هي يعني عضو إحنا اللي ما نقدر نشوفه إحنا ما ما نعالج إشياء اللي نشوفه بعيننا بشكل مباشر فمن هون بيأتي مرات صعوبة تحديد وتشخيص الأمراض ومن يعني من مشكلة التشخيص ونعرف شوه المرض نفسه مرات كمان منستصعب إنه نكمل مراحل مراحل العلاج يعني هنا الأكثر إنه إشي مبهم وعلى الأغلب نحن نحكي عن إشياء غير مرئية من هون بيأتي صعوبة الموضوع نفسه دكتور بدنا نروح معك على مكان الجهاز العصبي تعالنا تعرف مع بعض على الأمراض الأكثر شيوعا بالجهاز العصبي ممكن تحكي لنا عنها طبعا أول شيء نحكي عن الجهاز العصبي نحن نقسمه لجهاز العصبي طبعا المركزي والجهاز العصبي الضواحي فإذا نقسم الجهاز العصبي المركزي نعرف أنه موجود عندنا الدماغ ومرتبط بالنخاء الشوكي طبعا ومن ناحية التكسيم نفسه نحكي عن الدماغ نفسه مكون من طبقات معينة فكل ما علينا أعلى لطبقة أعلى فيكون هناك وظيفة المنطقة هاي أكثر حيوية ومسؤولة عن تفعيل أكثر مناطق بمعنى إذا نحكي على منطقة الدماغ نفسها من هناك بيطلعنا الأوامر أنه نعمل أمر معين أو مثلا نكون بفعل معين أو نحكي شغلة معينة من الدماغ نفسه ومن هناك شوي شوي هذا الأمر بنزل من منطقة المركزية منطقة المخ لمنطقة الجسم نفسه والجسم هو هو الآلة التي تعمل الأمر نفسه فمثلا لما نعطي المخ يعطي أمر أنه مثلا نحرك عضو معين نحرك الإيد أو الإجر بالدرجة المطلوبة وبالكوة المطلوبة وبالسرعة المطلوبة عملية نحن نتكسم منطقة المخ من الأشياء الأعلى التي تعطي أمر المركز وشوي شوي الأمر نازل نضاف على تحسنات وتطورات ويظل الأمر المخ بنتيه يتزبط ويكون أكثر دقيق لحد ما يصل للعضو الذي يجب أن يعمل الحركة نفسه دكتور أنا رح أتجه كمان لأنواع من الأمراض التي تعلق في الجهاز العصبي لكن هناك سؤال يطرح أن أطرح عليك في بداية البرنامج لأنه جمهور هلا يشوفك وجمهور هلا الشعبة من كل الأطياف نحن نستطيع أن نحسن قدرة جهازنا العصبي بحياتنا اليومية نستطيع أن يعطي توصيات ما يستطيع أن يحسن؟ كيف يستطيع أن يستطيع أن يأكله؟ رياضة فيه طبعا دعنا نتكلم عن جهاز العصبي بشكل عام كيف يشتر طبعا أنه جهاز العصبي هو واحد من الأجهز التي يحتاج من أكثر الأجهز التي تحتاج طاقة خلال بكل الوقت فأحن نتكلم تكريبا على 5 كل نبضة قلب. المخ لحاله يأخذ تكريباً خمس كمية الدم التي تدخلها باقي الجسم. كمية كتير عالية. لماذا؟ لأن المخ يحتاج لكمية طاقة كبيرة. فإذا نحفظ على نسيج الدماغي يكون منيح. نحفظ على أن يأخذ الكمية المطلوبة من الطاقة والمواد الغذائية والأكسجين. أحسن ما نفعله هو أن نبتعد عن عوامل الخطر. التي يمكن أن تؤدي الأمراض وتلف بالجهاز العصبي. وطبعاً جداً منصوح فيه أن ممارسة الرياضة والحياة الصحية. هذه الأشياء يمكن أن تحافظ على الجهاز العصبي. وطبعاً أهم شيء أن نبتعد عن الأشياء التي نسميها عوامل الخطر. عوامل الخطر. سنذهب مع بعض الأمراض الأكثر شيوعاً. هناك ما يسمى بالرعاش. صحيح؟ صحيح. ما هي أنواع الرعاش؟ وما هو الرعاش؟ دعنا نتحدث عنه بركوسيم مصطلح أو باركنسون؟ الرعاش هو مرض باركنسون. مرض يعني معروف من كثير سنين. سنين قديمة. مرض الرعاش هو مرض يصيب بشكل عام الجهاز الحركي بالجسم. نعرف كيف ما حكينا أنه مخبنت الأمر. وعن طريق ما ينزل الأمر شوي شوي من أعلى مراحل للمراحل الأوطى. ويصير عليه التدقيق. ويظل الأمر يظل فيه زي تحسين وتطوير فيه. تعيصل لأنه يكون أحسن صورة ممكنة. فإننا مشكلة الرعاش يكون فعلنا خلل بمنطقة من هذه المنطقة المسؤولة عن تحسين الحركة. أنها تكون الحركة بالدقة المزبوطة وبالسطلع المزبوطة. تكون هناك المشكلة. ومن هناك يبدأ مشكلة الرعاش. مشكلة الرعاش أو الرجل التي تتعلق بالبركنسون. أنه مرض باركنسون ليس مرض يتوقف فقط على مشكلة الرعاش. ولكن مع الوقت يتطور ويشارك مع أنظمة ثانية. مثل أنظمة بالمخ وبجسم. مثلا بالمخ جدا مهم. ونحن نركز عليه. مشكلة الذاكري. في الأول يبدأ أنه يكون مرض حركة. وشوي شوي يأثر على الذاكري. وليس فقط. بالنسبة للجسم المرض يؤثر على أشياء. يؤثر على أوجاع ظهر معينة. ويقوم بعمل مشكلة جاهزة للهضم. يصبح جاهزة للهضم وأبطأ. يصبح إنسان بشكل عام أبطأ من الإنسان العادي. يصبح أدل الإمساك. لأنه يصبح أبطأ في عملية الهضم. في الأمعاء. وهذه واحدة من الأشياء التي تترافق مع مرض باركنسون أو الرعاش. نرى أنه مرض مركب وليس عادي. ولكن من هنا، مهم جدا أن أنوه أن مشكل رجي بالجسم هي باركنسون. ومشكل باركنسون يعمل رجي. وهي شيء مهم. لأن أغلب الناس الذين يأتي لنا على العيادة. خاصة الجيل الصغير. أو الجيل الأكبر من الأربعانات والخمسانات. يأتي مع رجي بالإيد أو رجي بالإجر أو رجي بالصوت أو مرض رجي بالمنطقة الركبي. يأتي وخايفين أن أول ما يفتح الإنترنت ويكرا، يكتب أنه يوجد رجي بإيده. وهذه أول شيء بانطية لمحركات البحث هي المرض باركنسون. من هنا تبدأ المشكلة. أريد أن نوه أن مشكل رجي هي باركنسون. بالعكس. هناك كثير من أنواع رجيات. أغلبها أكثر شائعة هو الرجي اللي نسميها الرجي الفيسيولوجي. اللي بيكون شوية صغيرة أعلى من اللازم شوية صغيرة. وفي كمان الرجي اللي نسميها الرجي أولي اللي ما في إلها سبب معين. نعتقد أنها تتعلق بمراكز معينة بالدماغ. ولكن نسميح أن نرجع أولي. لماذا نرجع أولي؟ لأنه لا تترافق مع باقي الأعراض التي تتحدث عنها. مشكلة الذاكرة ومشكلة الإنسان بصير بطيء ويقع بالبركنسون العادي. أهم شيء أن التشخيص يكون صح. فإنما يكون هناك شكل هكذا، مفضل أن يكون هناك فحص عن طريق الدكتور العصاب. خصوصاً أنه آخر فترة عم نحكي على أنا أسميها الأحد الجديد في العلاجات الموجودة. وصارت لدينا العلاجات اليوم التي هي جديدة ومتطورة لمرض البركنسون التي لم تكن لديها قبل أكام من سنة. فمهم جداً أن أدوية معينة جديدة. والآن نضع مضخة معايفية. نضع مضخة معينة وتوصل الدواء بشكل مباشر على هذا الهضم. في عنا اليوم كثيراً أجهزة وأدوية جديدة التي تساعدها لمرضى البركنسون. فمهم جداً لما يكون في عنا شك أنه نتوجه للطبيب ونفحص. نتأكد إذا هل نتحدث عن رجة بسيطة أم نتحدث عن رجة التي تتعلق بالبركنسون. دكتور قبل أن ننتقل إلى موضع ثاني. دخلينا بالبركنسون. من هم الفئات المعرضة للإصابة بهذه الطريقة؟ بشكل عام نتحدث عن جيل ستين فما فوق. هذا بشكل عام طبعاً. ولكن دائماً في عنا نسميه خارجين عن القاعدة. فممكن يبدأ بجيل أكل. نسميه الظهور المبكر للبركنسون. ممكن يبدأ بجيل تلاتين أو جيل أربعين. يعني 20 أكل شوية لكن ممكن كمان. وبشكل عام لما يكون في عنا مركب ما نسميه مركب جيني. يعني ممكن الإنسان يورث عن من العيلة أو من الأهل نوع جيني اللي بيكون فيه مشكلة ممكن تقدل لبركنسون. المرض بشكل عام بيبدأ بجيل أكل وبيكون أسرع. من ناحية التطور. يعني من ناحية فئات عمرية. من نحكي عن بشكل عام ستين فما فوق. ولكن هاي مش يعني إشي اللي فيه يعني فيه عدد لبقى سابهي من الناس اللي هني عن جد مش حسب القاعدة العامية. يعني بيبدأ بجيل أظهر كثير. بجيل أظهر. دكتور. ونذهب مع بعض على أمراض السرع. نسمع هذا مرض السرع. وطلع دكتور يعني من نحكي. والأمراض هي بتخوش. حتى بعدها بتخوش. أنت موجود هنا. لا تحكي عنها. وتحكي كل شيء. وتطم من الناس. وتحكي للناس كما نمليح إنها نوعيها. صح. ولكن حتى بحداتها. ماذا مرض السرع؟ الاسم بحداته مرعب. مرعب. مرض السرع أو الإبلابسي بالإنجليزية. وبشكل عام هو بكون خلال في ذبذبات الكهربائية الموجودة بالدماغ. نعرف أنه دماغ طبعا فيه بشتر على إشارات كهربائية. عندما يكون لدينا مرض السرع أو الإبلابسي بشكل عام زيادة بهذه الذبذبات. فبتأدي أنه يتفعل مغنطق من المخ بشكل غير طبيعي وغير فسيولوجي. فممكن أمراض السرع. طبعا فيه زي ما تقول فكرة عامة إنه كل مريض سرع بصير عنده رجي قوي بجسم. وبوكع على الأرض حتى مراض فيه يسمون. يعني أنه بيقع بكله المريض بوكع. يعني بيقع. بسيحك بيسمون. عشان دائما يعني بيكون مراض بسيسر في النوبة القوية. المريض بيفقد الكدر على الوقوف. فبقع فيه يسمون. يعني أنه بيقع بسبب. يعني بيقع خاص بفهم ضمنه أنه منحكي على سرع. ولكن في عنا كتير أنواع ممكن السرع يكون بسيط أو مركب. البسيط اللي هو بشكل عام ما بشارك الجهاز الذاكري نفسه. يعني الجهاز البرأدم اللي ما بأثر على كدهش هو كدهش الإنسان صاحي. وفعلا المركب اللي بأثر كمان على قصة أنه يعني كدهش يضل معنا صاحي ومركز. نحن نسميه عن الإشي. اللي هو الكوغنيتف. يعني التفكير تبعه أو مثلا. يعني كدهش يضل الإنسان. يعني بيضل معنا صاحي ومركز. وبتذكر الإشي. يعني جهاز الذاكري نفسه إذا بيكون مشارك بموضوع السرع أو مش مشارك. فبيكون بسيط إذا بيكون مش مشارك لهذا لموضوع الذاكري. ما بيكون مشارك. يعني الإنسان بتذكر شو بصير معاه. وفيه الموضوع اللي بيكون معكد لما كمان بيكون المشكلة كمان بتصير بالذاكري. والإنسان ما بتذكر شو صار معاه قبل. وفيه منه طبعا أنواع يعني كتير كتير. طبعا الأكتر مشهور منها هي الرجل بكل جسم. الرجل كتير قوي بكل جسم. وتسكيل الفم بشكل حاد قوي. ومرات يطلع الصوت اللي ناتج عن تسكيل كمان كصاب الهوائيين بصير كمان فيها. إنكباضات. وكتير حالات بصير في كمان. إنه المريض كمان بعض على لسانه من الطرف. وبصير فيه كمان نزيف. أهم أهم نصيحة إنه إذا نشوف إنسان عنده نوبة سراع. ممنوع ولا نحط معلقة بتمه. ولا نحط أصابعين بتمه. ونحاول نفتح. نفتح إنه تمنى بصير في عندهم كمان. نحاول نفتح تسكيل. نحاول نفتح تمنى بالكوة الإحناك. إنه بصير في عندهم كمان. ممنوع بالمرة. ممنوع بالمرة. لأنه ممكن سير فيه قطع أصابع. ممكن أنه يكون كتير مشدود. الأشياء الوحيدة اللازم نعمله. لما يشوف إنسان إنه صار عنده نوبة سراع. ووقع على الأرض. وعما نشوف إنه تحرك بعنف كتير. يعني أكثر من كوة. يعني ليس حركة قوية. حركة عنيفة جدا. أكثر. أهم شيء نسوي إنه نبعده. إذا في حده خطر. دغري نبعده عن الخطر. يعني إشيء اللي بيطلق حم. إشيء أو نار أو كل شيء ممكن يكون خطر. نبعده عن دغري. وتاني شيء نقلب علاجاته الشمال أهم شيء. ما مش متل ما كان فيه قبل اعتكدات أنه لازم مريدي ممكن يبلع لسانه. فأنا بحط إيدي وبدأ أطلع لسانه. ممنوع بالمرة. فهاي أهم نصيحة. إذا نشوف إنسان عنده نوبة سراع. ببعده عن إشياء الخطر. ببعده إذا في حده إشيء حاد ممكن يؤذي. أو حده مثلا محل حم أو نار أو مي أو أو الالآخر. ببعده عن محل الخطر بس. وباكر بعلاجات الشمال. وطبعا بطلب مساعدة طبية. هذا مهم جدا. مهم جدا كمان. أهم شيء نتذكر أنه ما. لأنني كانت سألنا كثيرا 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 على طوارق. مع إصابات بالأيدين. لأن المريض على نفسها يكون شبوعية بالمرة. والإنكباض بالحنك كثيرا كوي. فهي ممكن أن أدلها حتى لحد تقطع أصابع. مهم جدا. مصائح جدا مهمة تعريضها الدكتور علينا. ولكن السؤال يطرح كذلك. أي الأجيال أكثر عرضة للإصابة بالصرع؟ صراحة من جيل 0 إلى جيل 100. مرة كنا نفكر أنه أكثر الشائع عند الأطفال كنا نفكر. لكن اليوم حسب الأبحاث. نرى أنه مرض الصرع هو مرض منتشر جدا. المشكلة أخفت حالة بمشكلة الصرع كمان. أنه مرض اللي أنا بسميله عليه ستجمة. ما يعني؟ نستحي مرات أنه نحكي أنه ابني أو بنتي عنده عند هذا المرض. من عدة أسباب. يعني فهمت كيف؟ يعني مرات حتى بمجتمعنا. بحاولوا حتى يخفوا أنه الأشياء موجود. فهذا للأسف واحد من الأشياء اللي بتخلي أنه مرات كثير حالات اللي بتضلها مش واصلة لمساعدة طبية. حتى بأجيال متكادمة. كن بلش عنده صراع من جيل أكل. وبيضلوا مكملين كل وقت وما بطلبوا مساعدة طبية. طبعا فيه بتعلق النوع حسب الجيل. فيه أنواع لي خاصة للأطفال. فيه أنواع لي خاصة للجيل البلوغ. فيه أنواع لي خاصة للجيل الشباب. وفيه أنواع لي خاصة للجيل اللي بتكادمي. الأشي المنيح أخفتح الله أنه أغلب أنواع الصراع ممكن أن نسيطر عليها بالعلاجات. ولكن نتذكر دائما أنه. نتذكر طبعا. كما هي الشيء اللي بواجهة للأستاذ المشاهدين. أنه. أنه. لما يكون إنسان عنده نوبات صراع. بد يكون منتبه الكثير إشياء. ما يعني كثير إشياء. يعني مثلا. بوقت مثلا السباحة. صح؟ مثلا مثال. يصبح مثلا. يصبح مثلا. ويصبح معه وبتصراع. ممكن يغرق. ما يعني ممكن يغرق. إنه. لأنه صار عنده حالة. لأنه فقد الوعي عمليا. فقد الوعي. وصارت معه حالة الصراع. فهو ممكن يغرق. فإحنا دائما توصياتنا للناس اللي بيصير عندهم. اللي بتشخصوا مع مرض الصراع. دائما توصياتنا أنه. قد ما يكون فيه حد حدا. اللي يضل بمراكبة دائمة. وكمان يبتعدوا. عن الأشياء الخطرية. مثلا. يعني مثلا. بعلو. أو مثلا. أشياء خطرية. مثل إشارة رئيسة. أو سكة حديد. أو هكذا. بدون مراكبة. هذا شيء كثير منيح. والأشيء. ويمكن أكثر. أكثر صعب. خاصة على الشباب. لأنه. هناك عدد لا بأس بهم من الشباب. اللي بتشخصوا بجيل 18 و 19 و 20. أصعب عيش عليهم. أصعب عيش عليهم. أصعب عيش عليهم. قصة الرخصة. رخصة السواكة. لأنه. لأنه. مشكلة. لازم. حسب القانون. لما يتشخص إنسان مع. مع نوبات صراع. لازم. على الفور. يكون في تحديث. يعني تحديث. وحتلني. بالنسبة لي. بالنسبة لي. رالباد. اللي هو. المسؤول عن. الأمان على الطرق. بالبلاد. لازم يأخذوا. هناك خبر. وبعدين. طرق معينة. براتوكولات معينة. لترجاع الرخصة. مثلا. بذكر منها. أنه. رخصة العادية. مثلا. اللي نسميها. اللي نسميها. اللي نسميها. اللي نسميها. اللي نسميها. من المريضة. وممكن يقدر. يعني. يعني. اللي نسميها. ويكون. بأخذ الدواء. ومتوازن بدون. ما يكون عنده نوبات. سيئة. ممكن أن. يقدم طلب. ويفحصوا الطلب. وممكن. يرجع له الرخصة. عم نحكي عن الرخصة العادية. الأشيء أصعب. الناس. اللي. 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 أو الشاحن في شكل خطوري عملياً أنا بسوعة غيره بالضبط لن نحكي تصور أنت سائق شاحن الذي يسير كثيراً كبيراً على الشارع وصير مع أنه يتسرع لهو يفقد وعيه بالمرة وغيرها الحركات يعني إنسان هو على الأرض ممكن وهو ليش عم بيعمل هو قاعد على كرسي ممكن ينأذى فكيف تخيله يصير معاه هو على المكود وعم بسوك شاحن كبيراً أو باص كثير خطر عمل هذا المرض يؤثر على الحياة اليومية طبعاً يؤثر عشان هيك كمان المرض الصرع بالعدل من أمراض اللي هي بتعمل يعني عجز يعني هؤلاء الناس بيتوجه للتأمين الوطني وبهؤلاء الناس بتعجز عالي لأنه بنحكي على مرض اللي بعمل عجز خاصة عن الناس اللي اللي بيشتغلوا اللي بيشتغلوا برخصتوا مثلاً فإن الاشي دكتور من خلال معرفتك وخلال خوضك لهذا العالم وعلاج ناس بق موجود كثير من هذه الحالات كثير موجود كثير شائع كثير كثير يعني أكثر من متصور وكيف حكيت لك أنه بالذات يعني بالوسط العربي أحس أنه في نوع من يعني زي أنه كأنه نخجل من المرض أو مثلاً بدناش مشكلة عملين مشكلة كبيرة لأنه ممكن مرات أنه عن جد يعني لأهل يتسطر أو مثلاً يتسطر أنه أنه يحدي يعرف أنه عند ابني مثل هذا المرض بس ولكن بالآخر ما هو موجود واشي يريد علاج وما من ننسى كمان أنه الصراع إذا ما بأخد علاج كيف ملازم ممكن لا قدر الله أن يفوت بالنوب اللي هي طويلة كثير ممكن يؤدن لفقدان الحياة كمان هذا أمر خطير دكتور عملياً الأمر جداً أمور جداً مهمة تتحدث عنها هل هناك سبب للصراع؟ نحن نكسم لأنه هناك مرات من لك لديه سبب معين مثلاً وفي مرات من لك لا يوجد لديه سبب المرات من لديه سبب مثلاً أي كتلة موجودة بالمخ أو أي ورم أو أي شيء يؤدي لتغيير شكل المخ ممكن يؤدي للصراع أو مثلاً نزيف أو مثلاً نزيف حاد أو نزيف مثلاً اللي هو نزيف اللي بضل بنسيج المخ ممكن يؤدي للصراع ففي كثير أمراض أو الشيء اللي ممكن تؤدي هي نفسها تؤدي للصراع مثلاً كمان كثير اليوم شاعي منشوف بطلاً بعد جلطات دماغية أعرفك على جلطات دماغية بعد ما حكناش مع أنهم أكثر الأمراض شيوعاً صحيح نسمع جلطة على المخ جلطة على المخ جلطة دماغية واحدة من التعقيدات تحتها بعد الجلطة هو الإبليبسيا يعني الصراع لأنه ليش نحكي على نسيج اللي صار فيه إشي جديد وهذا إشي جديد بيخربط ذبذبات الكهرباء الموجودة بالنسيج نفسه فممكن يؤدي فعنا هاي المحل اللي نشوف السبب في القسم الثاني اللي مانع في السبب حسب الأبحاث بتقول أنه ممكن يكون مشكلة بالإلكترونات الموجودة يعني تارفة نحكي على ذبذبات الكهرباء فمشكلة الإلكترونات هي تؤدي لمشكلة الصراع دكتور السؤال كذلك في هذا المكان هل الجنات لها تأثير بسبب هذا المكان؟ طبعا لها تأثير وأكثر من ناحية الأم هناك تأثير نحكي على من 6% إلى 8% تكريبا ممكن نمنعها ينتقل أنا أستألها لأنه في أسئلة تطرح بالفعل والجمهور أكيد بتسألها لأسئلة ممكن نمنع هكذا بالأدوية بالأدوية ممكن أن نعمل سيطرة تكريبا شبه كاملة على المرض فهو مرض صح أنه صعب ولكن بنسبة عالية جدا حسن إذا الإنسان بأخذ الدواء المضبوط لأنه في عنا يعني عشرات أنواع الأدوية لمرض الصراع وكل دواء مناسب لنوع معين للصراع فمهم جدا تشخيص النوع والعمر كمان مهم وتشخيص الدواء المناسب لإله مهم جدا ومهم كمان نعرف أنه أدوية الصراع كمان مش للكل بتثبط نفس الوتيرة شو معناها؟ معناها إذا أنا مثلا عم بعالج صبية لعمر عشرين مش مثل معالج سب عمر عشرين لأنه من سبب أنه مثلا الصبية بكرة تتجوز بكرة تتخلف صح أو لا صحيح فعمليا في كتير أدوية للصراع اللي هي خلال الحمل نحن نموص إنه مغدوها الأمر مركفة 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 حتى هناك مرات إحنا من بلش نحضر كمانا حتى من بلش نعالج حتى إلى الفتيات بجيل أصغر إحنا من بلش نحضر نعطيهم أدوية اللي هي ممكن نقول إنه لما يجي وقت لما البنت تكبر إنه تكمل نفس الدواء ليش لأنه مش هوين كمانا لما يكون واحد عنده صراعه وبعد جهد جهيد أنت بتعمله توازن ونيجي فترة بعد بعدين نجي نغير الدواء هناك ممكن كمان الخطورة بتزيد إنه يصير في كمان نوبات وكل نوبات سرع ممكن تؤدي لفقدان خلايا بالمخ وشيء مش هوين طبعا بنوه إلى إشيء كتير مهم إنه كيف ممكن إحنا نتواقع من من النوبات نعرف اليوم حسب الأبحاث إنه في إشياء بتزيد بتزيد الإمكانية إنه سير في نوبة مثلا مثلا الضي اللي يضي بطفي بسرعة مثلا بالإعراس والخطب وكل شيء مستعملها كتير أو مثلا ما يفوت على نفق معين تشوف أن ضي وراء بعض بصير الضي تطلع ضي كل وقت بصير الضي يضي يضي يعني تكريبا إذا حدا عنده استعداد للنوبة ممكن دور يصير في عندنا نوبة أو مثلا تنفس بسرعة نحن نسميه تنفس بسرعة سريع وأكتر عامل بحسه يؤثر على قصة السرع النوبة السرع هو كلة النوم لاحظ موضوع مهم كلة النوم أهم شيء كلة النوم تزيد الإصابة في السرع لا تزيد الإصابة لا تزيد الإصابة تزيد الإحتمالية إذا كان لديه سرع أو لديه استعدادية للسرع قابلية قابلية كلة النوم كل المرضى تعوني هي واحد على واحد للنوبات لأن 8 ساعات نوم بالليل 8 ساعات نوم ليليات هم حسب رأي الدواء للنوبات لازم يكون فيه 8 ساعات نوم بالليل وطبعا نصيحة كما نصيحة للجمهور خصوصا المراهقين لديها نوبات مهم جدا إذا استعمل مصدر للضوء مثلا الحاسوب أو التلفون الذكي نحاول كدر الإمكان نحافظ على غرفة الإضاءة تكون مليئة مليانة لا يكون مصدر الضوء فقط من التلفون أو من المحمول الحاسوب النقال لأن هذه الأضواء التي بدأت تخرج كل الوقت تعمل مشاكل لنسيج المخ ويجعل الذربات الكهرباء تعالى فيه ويمكن أن يؤدي لها نوبات وهذا الموضوع المهم التي تعرضها دكتور نريد أن نتحدث الآن على موضوع فقدان الذاكرة آه يعني أنا نسمع ناس فقط ذكرته وصار عنده دعنا أقولها خسين لا أعلم فقدان الذاكرة موضوع كبير موضوع كبير يتعلق في الأعصاب في الدماغ طبعاً نحن نقول الذاكرة هي جزء من الدماغ ومنطقة لا بأس بها من الدماغ هي مجغولة بقصة الذاكرة يتذكر أشياء وكيف تتخزن وكيف نستطيع أنه عندما يأتي وقت منها سنأخذ المعلومة بالوقت المناسب وبالظرف المناسب مشكلة الذاكرة أنا بسميها مشكلة كبيرة لأنه يعني بيجوا عندنا عدد لا بأس به من الناس اللي بواجهوا هاي المشكلة بس الإشي اللي منيح أخفضح الله إنه يعني منيح هذا الإدامي بقول أنا إنه تكريباً 30% من الناس اللي بفكروا إنه عندهم مشاكل بالذاكرة إذا منفحص الإشي اللي منيح ومن ندكك بالأسباب اللي قدت لهذا الإحساس ممكن إنه إحنا نلاقي سبب معين وهذا السبب نعالجه ونقدر إنه نرجع الإنسان لحادة طبيعية فمن هون بقول إنه تكريباً 30% من الناس اللي بيجوا عندهم بفكروا عندهم مشاكل بالذاكرة إذا منفحص منيح ملاقي عندهم نقص معين بالفيتامينات أو مثلاً إشي معين مثلاً بغير تركيبة المخ اللي ممكن يؤدي لمشاكل بالذاكرة وإذا منعالجوا بالوقت الماسب ممكن إنه الوضع يتحسن طبعاً بالمقابل في إنه وللأسف الشديد العمراض اللي بتتأدي ل عشرة كلمة صاحب العربي ضمور يعني أو يعني بصير فيه تلف بخلايا المخ منها واحدة الأكتر طبعاً الأمراض شيوعاً هي مرض الألتسايمير اللي بصير فيه تلف بخلايا بصير فيه نوع من أنواع البروتايين اللي بترسب بهاي الخلايا وبأدي لتلفها وممكن وبأدي طبعاً ل مرض الذهان أو مرض الفقدان الذاكري وطبعاً غير السابر هو واحد من الأشياء الشائع ولكن فيه ممكن يكون مع فقدان الذاكري يكون مشكلة بتصرفات يعني كمان يصير الإنسان كثير مثلاً يبطل يعني نعلم أنه في عنا بالدماغ منطقة مسؤولة عن التحكم بالتصرفات فممكن هذه كمان يصير فيها مشكلة وهنا كمان كثير مشكلة خاصة لأهل المريض يعني المريض نفسه بيكون مرات كثيرة بوضع متقدم ما بعرف عم شو ولكن بسبب ممكن كثير المرات كمان إحراج لأهل المريض نفسه وأنه من ناحية المريض عنده فقدان ذاكري كثير ومشا عم بتذاكري ومن ناحية تانية عنده مشكلة بمراكز التحكم بتصرفاته وبمشارف فمسير يتصرف بطريقة يعني اللي هي احنا منسميها طريقة يعني اللي كثير بيكون اندفاعي أو مثلا مثلا بيحكي شو ما بده بدون تكايد يعني خلين نقول بالالعادة الاجتماعية اللي نعرفها فممكن كمان حتى في مرات ممكن أدلها لخطر معين يعني مثلا يهاجم حدا مثلا فهي كمان صعبة أمراض الذاكري بشكل عام هي أمراض مشيهوينة في بعشنا إذا أنت كمان متابع بالموضوع يعني آخر الفترة كان في خلين سمي بصيس أمل لأنه بالسنين الأخيرة عم بشتغلوا على أدوية جديدة للذاكري بعد خمول عشرات السنين كان عن نفس الأدوية مستعملها لأننا نحاول كذلك نحافظ على ما لدينا دائما ولكن كنت باللقاء قبل شهر ستة حكينا في فنلندا هناك عرضوا كثير أبحاث عن أدوية جديدة تتطور أنه بإذن الله يعني لك قدام نحاول أفضل للمرضى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ندعي الله أنه لا تكون الأمراض من نصيب حدا صح ليس هوين ليس هوين أعمل ما أنت عن نوضلاتنا كله دلستو دكتور هذا يوميا 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 كل يوم طبعا إن وضع غدر يعمل يغير الواقع نفسه يعني طبعا هذا يعطينا شعور منيح ولكن للأسف ليس دائما يمكن أن يصل لحل الذي يكون نهائي لأمراض الجهاز العصبي هذه المشكلة دكتور على الفكرة أسئلة كثيرة يعني أنا أتأكد إلا كمان الجمهور يسألك إياها كمختص في أمراض الجهاز العصبي من هي الفئات المعرضة لفقدان الذاكرة على الأقل نحن نسمع الزعائمر والزعائمر من هي الفئات المعرضة؟ ممكن كل إنسان يتعرض لها بشكل عام مطلوب إثناش أهم هل إحتمالية الحدوث هي سفر بجيل صغير لا هي ليس سفر ولكن إحتمالية الحدوث بجيل جيل الشباب ثلاثينات وارمعينات هو كثير كثير ضئيل لحظنا الحلو بشكل عام نحن نحكي على جيل سبعين وفوق ولكن هناك فئة من الناس يسمعون الظهور المتقدم لإرليونست بشكل عام يبدأ بحدود الجيل الستين ستين وخمسة ستين فالإنسان من أول إشياء التي تتضرر هي الظاكرة الجديدة بشكل عام بشكل عام بشكل عام مثل طرق معين أنه يحاول يتخطى بشكل عام يسجل كل شيء يسويه يسجل البرامج يسجل البرامج يسجل البرامج يسجل البرامج يسجل البرامج يسجل البرامج هناك فقط هذه هي النقطة التي نتوضح اليوم يأتي 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 40 50 مثل أنا ذكرت حديد والساعة صعب علي بنسا 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 يتخجل أو سريع يتخلوص 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 فقدان ذاكرة ولكن ما المهم جدا أنه نعرف أنه على الأغلب بما أننا اليوم عايشين بعصر اللهوش السريع وضغط سريع وفيه ضغط كثير عالية أتخيل أن هذه واحدة من الأسباب التي تؤدي أن الإنسان يحس هذا الإحساس بمعنى أن ضغط العمل وكلة النوم والتفكير الزائد ويمكن الوضع العام الموجود الآن واحدة من الأشياء التي أدت لارتفاع جدا كبير حاد أنا أسمى إتباع حاد في هذه الأشياء التي تأتي إلى الأربعينات والخمسينات والستينات التي توجد لنا مع مشاكل ذاكري ولكن حتى لو حتى من أول ما أنا أكد مع المريض وأحس أنه ممكن أن يكون عن جد بتعلق بالسترس وبتعلق بكلة النوم بضغط العمل وضغط العمل يمكن أن أدلها مساكل بالذاكري وأنني أحس أن أحس أن أنه ينسى طبعاً لازم نعمل كل الفحوصات اللازمة التي نتأكد أن أنه لا يوجد من تحت أيدينا أي شيء الذي نستطيع أن نعالجه وما نعالجه بالوقت المناسب لذلك أدب أن أقول أن 30% من الأشياء التي يمكن أن تأدل مشاكل ذاكري إذا نحن نشخصها بالوقت ممكن أن لكلة حل والإنسان يتحسن كثير وضعه أي شيء مهم كل مرة نسأل حالنا سؤال ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يتراجع بذاكرته هل هو السبب الذي يتعالجه أم لا لا سبحان الله نتحدث عن السبب المرض الذي يصبح دمر بالمخ وتنف خلايا المخ دائماً هذا السؤال يجب أن يكون أول سؤال يجب أن نسأل عندما يتوجه لنا مع مشاكل ذاكري دكتور كيف ممكن أن نعزز ذاكرتنا نقوم ذاكري في أمور حسب 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 الأبحاث كمان المرضى تعوني الدواء الوحيد أه سأل ما سمع كلمة الدواء بركزه الدواء الوحيد للذاكري هي الفعالات الأيروبيت مثلا المشي المشي بمسطح دغري يعني مسطح صحيح هو واحد من الأشياء حسب الأبحاث هو عن جهة الدواء الذاكري فالمحافظة على المشي بشكل منتظم هو واحد من الأشياء التي يمكنك كثير كثير تحسن الذاكري لأنه كمان بنشط دورة دموية وبنشط خلايا الذاكري نفسها فالمشي هو واحد من الأشياء التي أعتبرها دواء من أدوية الذاكري سؤال أريد أن أطرحه عليك دكتور يواجه الأفراد الذين لديهم جينات غير طبيعية خطرا متزايدا للإصابة بالإضطرابات العصبية أحدث أحيانا بسبب عوامل ثانوية أو دون أي محفزات معينة في بعض الحالات هل هذا صحيح؟ هذا السؤال ممكن أقدر أسألك سؤال في أمر يتعلق في الجينات في خطر متزايد للإصابة بالإضطرابات طبعا هناك إضطرابات خطر متزايدة للإضطرابات النفسية طبعا الترابات النفسية هي جزء لا يتجزأ من الترابات الجهاز العصبي التي فيها المركب الجينات الوراثي هو مركب كثير بارز ولكن ما نقول أيضا أنه عندما نسأل حالنا ما سبب المرض؟ هل هو مئة بالمئة جينات؟ هل أخذ الإنسان نفسه وعمل نفسه بمرض؟ ممكن أن يكون جواب نعم جواب ولكن أغلب الأمراض خصوصا للإضطرابات النفسية والعصبية يأخذ هذه القابلية دعنا نقول هذا الجين ليس كثيرا يعمل بشكل ممتاز يأخذ القابلية ومع العوامل الوراثية ممكن أن الأشياء يتطور هناك كثيرا مثلا مثلا هذا هناك أمراض تصالب اللويحي هذا المصطرح تصالب اللويحي من اسمه وهو بتعلق مرض عصاب وهو بيؤدي لنوع من أنواع الالتهاب بالخليل العصبية طبعا الخليل العصبية بيكون فيها عليها غلاف اللي بيسرع نقل الإشارات العصبية بيصدر في أن الالتهاب بال هاي الغطاء اللي بيغطي الخليل العصبية بصير فيه زين التهاب وهي واحدة من الأمراض اللي فيها كمان منشوف كتير كتير بارز المركب 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 الوراثي الجيناتي والمركب البيئي العوامل البيئي بتأثر عليها كثيرا فهنا هاي كمان مثلا وطبعا فيه كتير أمثال اللي بنتبك فيها اللي حضرتك تفضلت فيه إنه ممكن إنه كن في عناك استعدادية أو كابلية من ناحية جينات والعوامل الورثية بتنطيق الدفع الثاني عشان المرض يبين ونشوفه على الأرض الواقع من ناحية سريرية من ناحية كلينة دكتور سوالر سأتره عليك قبل الانتهاء من هذا الفقر بالرغم إنه في كتير أسئلة ونشوفك بكتير لقاءات يعني ماشاء الله الحوار قطع الأربعين دقيقة لكن في سؤال بدي أطرحه هل بالوقت اللي إحنا عايشين فيه بالضغوطات اللي من نحكي عنها إحنا وإحنا قاعدين هون قبل شوية صفرات إنذاز صواريخ ضغط تعليم ووضاع الاقتصادي ممكن تزيد ممكن تعمل أي خلل بالأعصاب مثلا طبعا طبعا يعني هون من نحكي على تكلباً كل الأمراض العصبية ممكن تتأثر من العاملة البيئية من حتى حتى جلطات الدماغية كان فيه مش من زمان أنه طلع بحيث أنه في الفترة اللي بيكون فيها أكتر الحرب وسترس ممكن يزيد كمان عرضة الإصابة جلطات دماغية وخصوان النزيف لأنه ممكن عالي ضغط الدم ممكن عالي ممكن عالي داكات الكالب تصير سريعة يعني هذا بشكل بشكل قطعي الإجاب هو نعم إنه بعالي وطبعا أخفض حلو تخيل كمان أنه فيه نكتصر فقط عن الناس يعني يمكن نقصر على جيل 40 أو 50 يمكن بعض ماهما أقول عن طفل أو مراهق في جيل 12 و13 وعنده مشاكل بالتركيز ومثلا فرط الحركة وشوف كيف الوضع العام ممكن يأثر عليه. أو مثلا اليوم في طبعا كنت سمعت عن الوجاع الراسي من المجرينة. صحيح. الشقيقة. هذا الحال بده حركة. هذا الحال بده حركة. هذا الحال بده حركة. هذا الموضيع اللي بتترحى جدا مهم. مثلا الشقيقة هو واحد من الوجاع الراسي اللي جدا شائعة خاصة عند الإناث. يعني احنا بنحكي يا خفتح الله تكريبا عن كل صبية من بين أربع صبايا أو مرأة يعني المرأة من بين كل أربع نساء هي معرضة لإصابة الشقيقة. قبل الحرب يعني أنا بحكي عن تجربة تجربة الشخصية. أنا بقى أشترك ترمعا مع مرض الشقيقة. يعني عندي يمكن مئات المتعالجات من المرض نفسه. والوضع كان يعني إذا ما تكون متوازن. بعد بداية الحرب أغلب يعني مش أغلب أو يعني نسبة كبيرة من من المتعالجين اللي كانوا يهدوا الأدوية لمرض الشقيقة. شفت ان انطلعوا من التوازن اللي كانوا فيو. ورجعت عندهم الأوجاع الرأس أكثر. صارت الأوجاع الرأس أكوى. ليش طبعا. مش لأنه الدوبة اللي يشتغل. لأنه الوضع العام والضغط. والسترس اللي حنا عايشين فيه لسه والوضع العام. بأثر كثير على على هالمرض بالذات يعني. ولكن مش بساعد المرض بأثر على أغلب الأمراض اللي حكينا عنها. وخصوصا كله إذا لحظت. إنه الإشياء اللي يمالها يوم يوم. يعني مثلا. قصة النوم المنيح مثلا. النوم اللي هو 8 ساعة بالليل. أو مثلا. ممارسة مثلا. الرياضة وكل الأشياء. طبعا. وقت الحرب أغلب هذه الأشياء بتصير أخف وأخف. لأن أغلب الناس بخوف مثلا. أغلب الوقت بالملاجئ. أغلب يعني. أو مثلا. كمان بالشمال. وفيه ناس مثلا اللي بتطلع من دورها. يعني فيه الأشي بصير في تغير. يعني تغيره كثير كبير. على الواقع للناس بتعيشوا. وهذا الشيء بنعكس. عن جد منشوفه. يعني بصورة اللي هي عن جد كالكد واضحة. عند المتعالجين تعوننا. منشوف أنه. بكون إنسان فترة طويلة. بتوازن معين. وفجأة. منحس أنه فيه. نوع من أنواع أنه. بدأ يخرج عن السيطرة. الأمراض تعوننا. خصوصا نحكي. من نحكي عن الشقيقة. أو عن الصرع مثلا. أو عن هذه الأمراض. فكل العامل العام والسترس والضغط. هو واحد من الأشياء اللي يسميه اللاعبين المركزيين. بالموضوع هذا. من ناحية إنه يخلي أي مرض. بيطلع عن توازن. يعني يزيد ويطلع عن توازن. إيش كتير مهم. دكتور فادرحال قبل ما ننهي. بدي رسالة منك لجمهورنا. اللي عم بيشوفك. الآن تفضل. أهم شي كيف ما حكينا. خصوصا الموضيع اللي مقدر إحنا. يعني نتواقع عنها. مثلا لما نحتي عن جلطة دماغية. في عامل الخطر. في عامل الخطر اللي هي متغيرة. في عامل الخطر اللي هي متغيرة. في عامل الخطر اللي غير متغيرة. المتغيرة مثلا. مثل التدخين. أو مثلا. أو مثل الدهنيات بالدم. أو ضغط الدم العالي. فهي الأشياء لازم دائما. نحافظ كاد مقدر. نحافظ على هاي. كمية الإشياء أو كمية. يعني. خلاني كول. الكياسات بال. بالرنج المطلوب. يعني بالحدود المطلوبة. أهم شي. ومنسبة ل. كيف ما حكينا. اللي عند المرض السرع. لازم كمان ننتبهه. كيف ما حكينا. إنه لما نشوف إنسان عنده نوبي. ممنوع من عنبات. لأنه نحط. مثلا نجرب إنه نفتح. مثلا. اللي تتم الإنسان أو مثلا نحط إيدنا ونحط مالك أو نحط أي شيء نبعده بس عن عامل الخطر ونكربه على جهة الشمال وطبعاً لما يكون في أي شكل لمرض عصبي كيفما حكينا عن موسيكلة مرض الرعاش عندما يجوا عندي بفكرة أنه صار عنها باركنسون بدلما نتوجه لحركات البحث لأنه بشكل عام بسلفي خربطة وبلبلة نتوجه طبعاً لطبيب المختص وهذا هو أهم شيء إذا فيه شيء ممكن أنه يتشخص من بكير يبدأ علاج مبكير وممكن أن نتشفع منه الدكتور المختص بأمراض الجهاز العصبي شكراً جزيلاً لك على تلبية الدعوة شكراً لك على وصولك هنا شكراً لكم ولنا لقاءة أخرى شكراً شكراً مشاهدينا سنخرج إلى فاصل إعلان قصير لمتابعة فقرات الموجة المفتوحة عدوا إلينا حكينا خلصوار في الدهيئة أعرفك يا خلص ما كنت بالتلفون كنت أنا أحاول أحاول نحكي معها طفحة الأزنية إذا كنت جاهزين تطلع فارس بإيعل لك وين تعملوا هاي؟ أنا أقرأ بس أجل أنت أنا في درافقات في إيش بروا طفحة الأزنية صح؟ كنت تجنة؟ أنا طفحة البطارية معي في درد نحن 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 نقل اشتركوا في القناة